أكيد يعني ما عندنا نقدر قلنا لمباراة الكويت وأيضا الأردن مباراة مهمة الفريق يعني خسر مبارتين في بداية تصفيات يعني نعتبر مدذيلي المجموعة ما عندنا أي عذور الفترة القادمة لازم نقدر قيادة رشيد قابر أعتقد أن الأمور تكون أفضل إن شاء الله قيادة قديدة أيضا ثقة بدقيل اللاعبين أيضا بيكون في تحفيز أكبر بإذن الله والمنتخب بذن الله قادر بذن الله لما البعد موجود يعني ما فقدنا بذن الله طبعا هذه الرؤية مدربة أن يقدر يساعد فترة القادمة خاصة في بعض المراكز هو أدرى ويعرف اللاعبها يمكن أغلبية اللاعبين هذولا يمكن الفترات الماضية سواء كان منتخب الشباب أو المنتخب اللي كانوا مع الكب ترشيد هذه الفترة وسواء تدربهم في بعض الأندية عنده خلفية عن اللاعبين وهو دمما ما يختار اللاعب اللي بيكون طبعا ورقة رابحة له في المباراة القادمة والمباراة القادمة بذن الله طبيعي القمهور من حقه أنه يتكلم أو أنه يحلم مثلنا طبعا لكن أنا في رسالة للقمهور طبعا ما يبيقصر القمهور هو بيحضر دمما نكلمه نحن عارفين هذا منتخب ردهم بس لازم يتكلمون أن اللاعبين طبعا هم يريدوا بعد يحقوا هذا الحلم هذا بيتسقل باسم اللاعب ما في لاعب يكون موجود منتخب ومريدوا أصلك العالم طبيعي بيقاتل وبيشتغل على نفسه في النهاية أتوفق مع رب العالمين أعتقد اللاعبين بيقدموا كله عندهم إن شاء الله والقمهور ما يبيقصر بيكون متواقد والقمهور طبعا معه حق في كل يصار لازم يزعل هذا منتخب رده وطبيعي جدا القمهور يزعل ويعتب وعتب محبين في النهاية وإن شاء الله بنرضيهم بذن الله